ومن تونس ينضم إلينا بلال مبروك مراسل الغد بلال حين مطالع تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية التي تقول فيها أن الوضع الوبائي في تونس أصبح خطيرا وأن تفشي الوباء أصبح مجتمعيا لأي درجة فعلا انعكست هذه التصريحات على تفاعل المواطنين في تونس مع قرار السلطات فرد حظر التجول نعم ياسر في الحقيقة تصريحات الناتق الرسمية باسم وزارة الصحة سيدة نصاف بن علي وقالت أبعد في الحقيقة قالت أن الوضع يتجه نحو أوضاع كريثية لم يلتزم المواطنين هي مبنية عن أرقام يعني هي وليدة أرقام حيث في بين يومي سادس وسبع من أكتوبر سجلت تونس الفين وثلاثمائة وسبعة وخمسين إصابة جديدة مع خمسة واربعين وفات صحيح يعني هذا الرقم مفزع في الحقيقة ولم تسجله تونس حتى في الموجة الأولى من كورونا في الحقيقة هذا التحذير من قبل المشرفة أو من قبل الناتقة الرسمية باسم وزارة الصحة هو يحذر ويؤكد على مدى خطورة الوضع الذي تعيشه تونس جراء هذا الوباء مدى تفاعل المواطنين في الحقيقة يبدو نسبيا خاصة فيما يتعلق بها الساحات العامة وخاصة في الحياة الشعبية هناك في أطلس الفقر لا يبدو هناك امتفال يعني كبير ولا يبدو هناك امتفال واضح من قبل المواطنين عموما أقليم تونس الكبرى يدخل الآن يومه الأول من حظر التجوال يعني بعد حوالي الساعتين أو ما يقرب عن الساعتين من حظر التجوال هناك انضباط تام في الحقيقة فيما يتعلق بهذا الأقليم المتكون من أربع محافظات وهي محافظة تونس واريانا ومنوبة وبن عروس هناك دوريات أمنية بين الفين والأخرى وزارة الداخلية حذرت كل من لا يمتثل لقواعد حظر التجوال وأيضا لقواعد السلامة الأخرى من ضمنها كما ذكرتم زميلي في الخبر وضع الكمامة حتى في الساحات العامة وفي المنشآتها حظر التجوال هذا ربما يستهدف مرافق معينة بعينها يستهدف ربما المطاعم والملاهي الليلية وبعض المنشآت التي كانت تفتح بالليل والتي تعتبر إحدى أهم بؤر تفشي هذا المرض الذي سجل في الحقيقة نسبة كبيرة في الانتشار جاوزت أسابعين في المئة اسمح لي هنا بلال أن أسألك باعتبارك متابع للأوضاع في الشارع ودعني أعود بك خطوة إلى الوراء ما الذي حدث خلال الفترة الماضية جعل الأرقام تقفز بهذا الشكل من خلال متابعتك اليومية وهل هذا ينطبق في كل أقاليم تونس بمعنى هل هناك اختلاف ما بين الأحياء الغنية عن الفقيرة أم أن الكل يستوي في هذا الأمر في تونس صحيح ربما هو الكل يستوي عندما يعني التحل أو عندما يدق يعني نقوس الخطر ولكن في الفترة الماضية هناك سببان في الحقيقة السبب الأول هو فتح الحدود يعتبر البعض أنه كان سببا غير موفقا وكان قرارا متسرعا والثاني هو فيما يتعلق بالإجراءات الوقاية من قبل المواطنين يعني تم فتح البلد بغاية ربما تحسين المؤشرات الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالقطاع السياحي ولكن هذا عاد بالوبال لم يكن مبنيا وفق متابعين على استراتيجية واضحة خاصة فيما يتعلق بالوقاية البعض يعتبر أن إجراءات فرض وضع الكمامة وأيضا التباعد الاجتماعي كان من المفروض أن يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات من قبل يعني منذ رفع الحجر للصحي العام في الموجة الأولى ولكن ربما الثلاثة أشهر أو الأربعة أشهر ما بين الموجتين وحالة ربما التسيب دعني يقول ياسر بين ظفرين أدت إلى هذه النتيجة وبالتالي ما تعيشه تونس اليوم هو نتيجة وليس سببا وبالتالي تحاول ربما سلطات التونسية الآن بالدعويل بطبيعة الحال على وعي المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي وخاصة خاصة في الأماكن المغلقة الخبراء يتحدثون على أن هذا الفيروس لا يمكنه الانتشار بشكل خطير في الفضاءات المفتوحة أو في الأماكن المفتوحة ولكن قد يمثل خطرا في الفضاءات المغلقة وبالتالي تم فرض حظر التجوال ليلا في قليم تونس الكبرى وربما ستاليها في محافظات أخرى تجنبا لتجمعات ليليا كان ذلك في بعض المطاعمة وحتى من خلال الأفراح أو المناسبات العائلية التي تعقد ليلا وتجمعاتها العائلية وأيضا فيما يتعلق بالمركز التجارية الكبرى السلطات التونسية تفرض ضرورة رتداء الكمامة عند دخول هذه المنشآت مع ضرورة التباعد الاجتماعي سعيا ربما لتطويق هذا التفشي المخيف في الحقيقة بعبارة نصاف بن علي وهي الناتقة الرسمية باسم وزارة الصحة في تونس من تونس شكرا جزيلا بلال مبروك مراسل الغد